تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب إلى تطورات ملف الخليفة حيث نفى المتهم الرئيسي في قضية الخزينة رئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن خليفة اليوم الأربعاء أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البوليدة كونه معنيا بالعقدين المزورين الخاصين برهن فيلا بحضرة ومحل بشرق كما نفى استعملهما لحصوله على قرد بنكي لإنشاء بنكه الخاص وقد شرع رئيس الجنسة عنطر منور في استجواب المتهم حول تهمة تزوير عقد رهنين استعملهما للاستفادة من قرد بوكالة بنك التنمياء المحلية الاستوالي غرب العاصمة فرد أن العقدين لا يحملان توقيعه وأن المواصفات التي يحملانها بخصوصها الفيلا والمحل ليست مطابقة لمواصفات منزله العائلي ومحل صيدليتها قول وأضف أن العقدين محل التهمة لا يعنيان رهن الاستفادة من قرود لصالح بنكه وإنما لصالح مؤسسة لبيع الحديد بالجملة وهو بالتالي غير معني بهما معتبرا اتهامه بتزوير الوثيقتين غير معقول وغير منطقي وللحديث حول هذه المحكمة التي وصفت بفضيحة القرن نربط المباشر اتصالنا المباشر مع موفدة تلفزيون النهار إلى مجلس قضاء البوليدا مونة مارك مساء الخير مونة أهلا هاجر إذن مونة ما أخر مستجدات نعم في هذا السياق جلسة شكرا هاجر إذن جلسة استجواب المتهم عبد المؤمن خليفة في يومه الأول لأنه هذا أول يوم من استجواب عبد المؤمن خليفة مستمرة في قاعة الجلسات هنا بمجلس قضاء البوليدا الجديد هاجر هو أنه داخل الجلسة يدور تسجواب بين رئيس محكمة جنيات مجلس قضاء البوليدا والمتهم عبد المؤمن خليفة حيث أراد الرئيس محكمة جنيات البوليدا يعني معرفة سبب هروب وفرار عبد المؤمن خليفة إلى الخارج ومغادرته التراب الوطني يعود بقائه هنا في أرض الوطن بالجزائر لمواجهة التهم لمواجهة الانهيار إمبراطورية آل خليفة فأجاب عبد المؤمن خليفة بالحرف الواحد لأنه حسبه خاف من أن يكون هناك يعني تكون هناك حالة من الفوضى تعم عمال بنك الخليفة وعشر مؤسسات التي جاءت بعدها من بينها وأهمها خليفة إيرويز يعني كان هناك تخوف من أن تكون هناك فوضى بين العمال أي خصوصا بعد تسريح الآلاف منهم ودخولهم عالم يعني البطالة فقال عبد المؤمن خليفة أنه الحل الوحيد لديه هو الفرار إلى الخارج لتفادي حسبه أن يكون هناك نزيف لدم حسب تعبيره مونة مالك موفدة تلفزون النهار إلى مجلس قضاء البوليدا شكرا جزيلا لك شكرا هاجر شكرا شكرا لك إذن المشاهدين أبقى في ذاتي يا سيق حيث أكد المحامي مقران أيت العرب دفاع المتهم عبد المؤمن خليفة أن هذا الأخير يتمتع بقرينة البراءة إلى غاية إثبات العكس التفاصيل مع وليد بوهراوة في القضية الآن قضية القيل والقال ومؤمن خليفة ككل إنسان متهم قرينة البراءة مفترضة من حقه أن يجيب كما يشاء ومن حقه أن ينكر هذه أصول المرافعات والمحاكمة الجنائية في كل بلدان العالم وعلى النيابة العامة التي تتابعه وتمثل سلطة الاتهام أن تثبت كل واقع ضده وهذا لا يمكن أن نفصل فيه قبل نهاية كل المرافعات بما فيها طلبات النيابة العامة وكذلك موقف الدفاع من كل الملف هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر